السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير قبل ما نبدأ في اي حاجة واهم حاجة نصلى على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام هنتكلم في فيديو النهاردة عن حملة وهاشتاج طلعوه بعض النجوم للدفاع عن نوال السعداوي وقالوا انها الهاشتاج نوال السعداوي شهيدة منهم طبعا الهم شهين وناس كتير هنشوف كل التفاصيل ونصلي تاني على رسولنا عشان نأكد ان انا مزلت عند رأيي ان الست ديات ماتت ملحدة غير مؤمنة بكتاب الله بعد كل الحاجات اللي هي قالتها اللي انا قلت لحضراتكم بعضها في بعض الفيديوهات وهي ضمن وصيتها وضمن الاعلان ان هي مش بتعترف بوجود ربنا وصورته في هيئة انسان في عمر الستين وجنبه بحيرة من الخمر زائد صورت كمان الشيطان في انه سوب رجل شاب في شكله جميل انها كمان قالت ان انا عايزة لن اغسل ولن كمان يصلى علي ولن اطفن يعني مش عايزة كمان تدفن في مقابر المسلمين ولكنها وكمان اترفع قضية للأسف على امام المسجد هقول لحضراتكم تفاصيلها من بعض الناس علشان رفض ان هو يصلي على هذه الملحدة التي اهلكت ومزلت عند رأيي انها اهلكت هنجي عندي اول واحدة طبعا الهام شهيني اللي بعد ما توفت نوالي السعداوي طلعت تصرخ جامد جدا ونزلت كذا بوس وقالت انا اليوم فقدت امي التي كنت يعني بحس ان هي الحياة ان انا كنت ماشية بدعوتها ان هي دعوتها اقصد الحاجات اللي هي بتفكر فيها بتلغي الحجاب وانها قالت ان هو عورة والمفروض نتعرع وكمان الهام شهين قالت وخلاص عملت كده بالفعل ان هي توزع صدقة جارية على روحها طب ازاي صدقة جارية على واحدة ما بتؤمنش بربنا والصدقة دي يعني الصدقات دي من اهم اركان الاسلام وانتو ما تعرفوش كمان يعني ايه اسلام وهي قالت خلاص انها توزع صدقة جارية وفعلت الهاشتاج ان نوالي السعداوي شهيدة بعد حملة من الناس يا جماعة ما حدش ترحم عليها يمكن حضراتكم اخدت بالكم ما فيش حد بيترحم على حد زي كده ولازم نكون بالطريقة دي واحدة طلبت بحرية للمسليين وتقنين بيوت دعارة وطلبت بتغيير ايات بعض في القرآن فطبيعي اللي هيبساندها هيكونوا ناس زي كده ولكن الاكتر حاجة تهمنا ان الناس دولي للأسف فيهم مجموعة من الناس بتمشي وراء رأهم وفكرهم يعني واحدة زي الهام شهين لما كل شوية تنزل بوست على مواقع التواصل الاجتماعي والطالب بتفعيل هاشتاج ان نوال السعداوي يعني موجودة وانها ما ماتتش وانها صعدت روحها وانها شهيدة طب ازاي ومرفة امين كمان هندخل في مرفة امين اللي فضلت تصرخ كمان وقالت صديقتي النهاردة ماتت وانها كانت بتشجحها على خلع الحجاب وان هي كانت بتقولها ان الحجاب زي العري المفروض ما نلبسش حجاب ومرفة امين بعتزر بتطالب برضو بنفس الهاشتاج وتجمعوا مع بعض بطلبوا بالهاشتاج ده وكمان طلعت وراها في جنازتها اللي ما كانش بيحضرها احد ما كانش فيه من جنازتها حد حتى اهلها قالوا والعائلة قالوا احنا ما بنعملش جنازة علشان الاجراءات الاحتياطية الفيروس كورونا ولكن كان ده بطلب منها في وصيتها انها مش هيتصلى عليها ولا حتى تغسل ولا انها تدفن في مقابر المسلمين للأسف فعلا دفنت في مقابر المسلمين بس للأسف يعني انا بقولها فعلا للأسف دي كان مفروض تتحرق يعني عذروني هي كان المفروض فعلا تتحرق دي هي طالبت بحاجة زي كده ما كانش المفروض فعلا انها يعني تدفن في مقابر المسلمين ولكن هو ده اللي حصل وعقابها عند ربنا وعليها من الله ما تستحك وبس مش بس كمان مرفة امين يا جماعة فيه كمان محمود حميدة اللي طالب انها هتفضل موجودة لأجل غير مسمى وانها مش هتموت وانها حرة وانها منارة للعلم في كل مكان وكمان اللي زيها وبحس ان هي نسخة منها وده للأسف للأسف وهي ناس الدغيدي اللي طالبت بوجود تمثال لنوال استعداوي ويكون موجود وطالبت الدولة نفسها تعمل لها ده وقالت ان لو ما تعملش انا نفسي هعمله وكمان قالت انا ههيئ ناس كتير تصرف على الموضوع ده لحد ما نعمل لها تمثال ومش فيكون في محافظة واحدة في عدة محافظات لانها هي شعلة العلم والنور والأدب والاحترام وان افكارها ستظل خالدة مهما حصل هي طالبت بكده اناس الدغيدي ومش بعيد طبعا على اناس الدغيدي لانها هي نفسها قبل كده طالبت ان الحجاب بيزيل جمال المرأة وكمان مش بس الحجاب وقالت ان انا مش هصوم رمضان تكريما وتشريفا لا لانه بضعة وانها مش حاجة سبتة ولا موجودة وكمان الناس الدغيدي اللي قالت ان المثليين دول اللي هم حق شرعي زينا زي اي حد وكمان الناس الدغيدي اللي طالبت بتقنين بيوت الضعارة فهي خير ومسيل لوحدة زي نوال السعداوي هي فعلا فعلا بتعمل كل حاجة نوال السعداوي كانت بتدعي ليها للأسف وندخل كمان مش بس على اسمها ايه ديت بعتذر طبعا اللي اسمها الناس الدغيدي كمان اللي حضراتكم شايفينها اللي هي كمان رانيا يوسف طلبت وكتبت بوست منتهى الاستهزاء بالدين استغفر الله العظيم طبعا لما قالت الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار ارجوكم ممكن ما تحرقناش الاحداث يعني انتي طبعا الحلال وبين والحرام وبين هي قد كتبت البوست ده مخصوص للناس اللي شمتت وكان فيه شماتة واضحة جدا طبعا الدين بيأمرنا اني ما فيه شماتة بس يا جماعة واحدة زي كده هي تستاهل والله يعني واحدة عاشت حياتها تسعين سنة بتحارف في الدين بتقول انا بنت الله وربنا مش موجود وانا سأحكم انا اللي هحاكم نفسي بعد كده وانا هبقى شوية التراب وما فيش حاجة اسمها حساب وعقاب فتيجي بقى واحدة زي رانيا يوسف والطالب بالبوست اللي حضراتكم شفتوه ده وتقول فعلا ان مين عارف مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار لو احنا مش عارفين الايات القرآن لو فتحتي دينا كان زمانك عارفتي الحلال وبين والحرام وبين ربنا قال كل واحد بعمله سيجازة عارفة ان انا هلاقي هجوم شديد جدا علي انسانة دي هلكت وان رحها ربنا لسه هيعاقبها عقاب شديد والمشكلة كمان في بنتها بنتها اللي بتطالب انها هتكمل مسيرة والدتها واللي بتطالب ان اسمها يتكتب على اسم والدتها بعد كده تبقى اسمها والدتها بدل تمحي خالص اسم والدها ويكون باسمها يعني نوال السعداوي مونة نوال السعداوي على ما اتذكر اسمها هي بتطالب بالحاجة دي ومحمود حميدة اللي حزين جدا جدا على وفاة نوال السعداوي وبرضو مش بعيدة عنهم كلهم يا جماعة طلبوا بتفعيل الهاشتاج اللي هو هاشتاج نوال السعداوي شهيدة وكمان عزم جاهد يا جماعة علشان بنت طبعا في في عبده وطبعا ده بناء على والدتها والدتها قاطع بانا ولكن كل الحاجات دي من لسان والدتها اللي قالت انا لن البس الحجاب ابدا تكريما لنوال السعداوي وكلنا شفنا قبل كده آآ برضو آآ في في عبده لما قالت انا مستحيل هلبس الحجاب والحجاب مين قال ان هو فرض تفاصيل كتيرة وانا عارفة ان انا طولت على حضراتكم اعذروني بس الموضوع واخد حيس كبير جدا لازم نقف اصاده شكرا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة